اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب على اهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك مع كافة المجالس الشقيقة والبرلمانات الصديقة ودعم سبل التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها واشادت معالي رئيس مجلس النواب بعمق العلاقات البحرينية الكورية الجنوبية وبالموقف الثابت مع مملكة البحرين في مكافحة الارهاب وبالتفاهم البحريني الكوري المشترك في الامن والاستقرار في دول المنطقة جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب رئيس وعضاء لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الكورية الجنوبية الذي يزور البلاد حاليا وخلال اللقاء تم بحث السبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين في مجال لجان الصداقة البرلمانية وفي مجال الادارة البرلمانية بين الامانة العامة للمجلسين وما ينجم عنها من مشاريع وبرامج مشتركة من اجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستويات متقدمة خاصة في المجال التشريعي والبرلماني وتنسيق المواقف في المحافل والاجتماعات البرلمانية الاسيوية والدولية في مختلف القضايا ذات الشأن المشترك ومن جانبه اشاد وفد البرلمان الكوري الجنوبي بالمشروع الاصلاحي والمسيرة الديمقراطية والمنجزات الحضارية في مملكة البحرين بقيادة جلالة العاهل المفدة ومواقف مملكة البحرين المتميزة في نعم الامن والاستقرار والتنمية الشاملة وتطلع البرلمان الكوري الجنوبي لتعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في كافة المجالات في زيارة الوفد الكوري اليوم هذا الوفد الوطني الكوري يزور البرلمان البحريني مجلس النواب في زيارة ودية واخوية لتعزيز العلاقات بين البلدين مثل ما تعرفون العلاقات التجارية والسياسية تمتد لأكثر من 43 سنة ونتطلع أيضا ويتطلع الوفد الكوري الزائر لمزيد من توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على كل مستويات هذا هو طموح البحرين وطموح البرلمان البحريني والقيادة السياسية في البلد لتنمية هذه العلاقة بما يخدم شعب البحرين والشعب الكوري ومصالح البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر